سبحان الله وبحمده من داخله لن يحرره العالم الحب هو بداية المعرفة العقل هو أهم قوة تملكها البشرية الحرية هي أساس الحياة وبدونها يصبح الإنسان ميتا حيا الثقافة هي سلاح الشعوب لتحرير نفسها إن الإنسان الذي يعيش من دون هدف هو إنسان ميت العدالة الاجتماعية هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام الزمن لا ينتظر أحدا علينا أن نستفيد من كل لحظة السياسة هي فن الممكن ولكنها أيضا فن الأخليق من يفتقد الإيمان بالإنسان يفتقد كل شيء المال لا يجلب السعادة لكنه وسيلة لتحقيقها الحياة قصيرة جدا لكي نضيعها في الكراهية الحق لا يمنح بل ينتزع التسامح هو مفتاح السعادة الداخلية لا حرية دون مسؤولية الصمت أحيانا يكون أكثر بلاغة من الكلام الحكمة تأتي من التجربة والتجربة تأتي من الأخطوة المرأة هي عماد المجتمع وبدونها لا يقوم مجتمع سليم الصبر هو مفتاح النجاح في كل شيء الفن هو أسمى تعبير عن الروح الإنسانية الثقافة ليست طرفا بل ضرورة لا يمكن أن تقوم العدالة في غياب المساوية الإنسان المتحرر هو الذي يستطيع أن يواجه ذاته الأمل هو شعلة الحياة لا تدعها تنطفئ لا يمكن أن نعيش في الماضي بل علينا أن نتعلم منه القوة ليست في العنف بل في القدرة على التحكم بالنفس بل في القدرة على التحكم بالنفس الحقيقة هي ما يحرر الإنسان حتى وإن كانت مؤلمة الحياة ليست بحثا عن الذات ولكنها رحلة لصنع الذات أحيانا يكون الصمت هو الصوت الوحيد الذي يعبر عن ما لا يمكن للكلمات قوله الحياة ليست ما نعيشه بل كيف نعيشها السعادة ليست هدفا إنها نتيجة ثانوية للعطاء الألم جزء من الحياة ولكنه ليس كل الحياة نعيش لنستمتع بتفاصيل الحياة الصغيرة فهي التي تصنع الفرق الذكريات ليست مجرد أحداث ماضية بل هي حياة نعيشها مجددا في كل لحظة الحب ليس مسألة اختيارات هو اختيارك النهائي في الحياة أن تحيا يعني أن تخطر أن تخطر يعني أن تخطر الخوف ليس من المستقبل بل من فقد ما نملك في الحضر في الحياة كل شيء يبدأ صغيرا ثم يكبر إلا الحزن فإنه يولد كبيرا ثم يصور من لا يعيش من أجل الآخرين لن يجد قيمة في الحياة العظماء لا يموتون بل يتركون خلفهم إرثا من الحكمة الحب لا يطلب الكمال ولكنه يسعى للسلام مع الذات الأشياء التي نحتفظ بها في قلوبنا هي التي تعيش طويلا نحن نتغير ولكن الحياة تبقى ثابتة الفارق الوحيد هو كيف نختار أن ننظر إليها لا شيء في الحياة يستحقه الحزن لأجله سوى الفقد الحقيقي النجاح في الحياة ليس في الوصول إلى القمة بل في القدرة على النهوض بعد السقوط الوقت ليس عدوك بل هو فرصتك لتصحيح المسور من يعرف قيمة الحياة لا يخاف من الموت نحن لسنا مجرد أفراد بل نحن تجارب وأحداث وأحسيس معقدة الحياة ملئة بالأبواب المفتوحة فقط علينا أن نمتلك الجرأة لعبورها في النهاية نحن مجرد ذكريات في حياة الآخرين الحقيقة في الحياة هي أننا لن نعرف قيمتها إلا عندما نعيشها بشغف الحياة ليست سباقا إنها رحلة نخطوها بخطوات بطيئة وثابتة الماضي هو جزء من الحياة لكن لا يجب أن يكون حياتنا في كل لحظة نحن نملك القدرة على كتابة صفحة جديدة في حياتنا الحرية هي الحياة ليست أن تفعل ما تشاء بل أن تكون ما أنت عليه الأمل هو الزهرة التي تنمو في حقول الحياة القاحلة العطاء في الحياة هو السبيل الوحيد للشعور بالرضى لا يمكنك أن تسيطر على كل شيء فالحياة تطلب بعض الفوضى ما نخسره في الحياة غالبا ما يفتح لنا أبوابا لم نكن ندرك وجودها الابتسامة لا تغير العالم ولكنها تغير من نبتسم له من لا يتعلم من دروس الحياة سيكرر أخطاءه الحياة كتاب مفتوح ونحن من نكتب فصوله من شرف أخلاقه ترتفع قيمته أفضل أخلاق الرجال ألا تتكلف ما ليس لك من يزرع الأخلاق يحصد النبلة من تكبر على الناس فقد جلب العداوة الخلق الحسن هو النقاء والصفاء من الأحقاد من حسن خلقه سهلت عليه الأمور لا تحسبن من يمدحك صديقا ولا من يذمك عدوا من لا يلتزم بالأخلاق يضعف شأنه من رفق بأخيه فقد نال خير الدنيا والآخرة من يعامل الناس بأخلاق سيئة فلا ينتظر منهم خيرا الكرم في الأخلاق أصدقوا من الكرم في المال التواضع شرف والتكبر ذل من يحترم الآخرين يحترم نفسه الصدق أمانة والكذب خيانة من يصبر على الأذى فقد نال عزيمة الأخلاق الإثار من أعظم الفضائل الهدوء في التعامل يجلب الطمأنينة العدل أساس الأخلاق البر لا ينقص والنقاء لا يزول من يخطئ فلا يعيب بل يعترف ويصلح الأخلاق الرفيعة لا تحتاج إلى تظاهر من يعامل الناس بحسن نية ينال المحبة الحياء من صفات الأتقياء المحبة لا تأتي من اللسان فقط بل من القلب الحلم صفة الأقوياء الصفح عن الناس يجلب رضى الله الاعتدال في الأخلاق ينشئ الطيبة من يحسن للناس يلقى الاحترام الشكر لا يأتي فقط بالكلام بل بالأفعال الاحترام هو الطريق إلى القلوب كن كما تريد أن تكون ولا تكن كما يريدونك أن تكون إذا كنت لا تملك ما تحب فتعلم أن تحب ما تملك الفشل ليس سقوطا ولكنه نكسة على طريق النجاح كن مؤمنا بقدراتك ولا تستسلم أبدا السعادة ليست في المال بل في قناعة النفس التغيير هو سنة الحياة فلا تخف منه التفاؤل هو الإيمان الذي يقود إلى الإنجاز العقل هو مصدر القوة الحقيقية تعلم من الماضي وعش الحاضر وخطط للمستقبل كل فكرة نبدأ بها هي بداية لتحقيق النجاح النجاح هو نتيجة لعمل شاق وإصرار دائم الحياة ليست انتظارا للعبور بل هي رحلة لتحقيق الأحلام الرضا عن النفس هو سر السعادة لا يوجد فشل بل نتائج غير متوقعة الإيجابية تجذب النجاح والتقدم احترم نفسك لكي يحترمك الآخرون التحديات هي فرص لتطوير نفسك النجاح لا يأتي من خلال الاستسلام بل من خلال المحاولة المستمرة القدرة على التأقلم هي سر النجاح في الحياة كل إنسان لديه القدرة على تغيير حياته تعلم أن تستفيد من تجاربك السلبية الطموح هو الدافع الذي يدفعك لتحقيق الأهداف ثق بنفسك فالثقة هي مفتاح النجاح العقل هو أداة قوية يمكنها تحويل الأحلام إلى واقع كل إنسان هو صانع مصيره الأحلام لا تتحقق إلا بالعمل الجاد ابدأ اليوم لأن الوقت هو أغلى ما تملكه الإصرار هو المفتاح الرئيسي لتحقيق النجاح السعادة لا تأتي من الأشياء بل من الداخل كونوا دائما على استعداد لتعلم شيء جديد ليس الفخر أن تكون عظيما في قومك ولكن الفخر أن تكون عظيما في نفسك شات جي بي تي إليك النصوص منسقة ومشكلة بدون أسماء الأمثال الصمت هو أفضل من الكلام عندما لا يكون الكلام مفيدا الحديث الجيد أقل ضررا من الصمت الساكت الألسنة تظهر الشجاعة ولكن الصمت يعكس الحكمة من يتحدث كثيرا يرتكب أخطاء أكثر صمت الفطني أفضل من كلام الجاهل الصمت هو أفضل وسيلة لتجنب الصراعات قليل من الكلام أفضل من كثير من الهراء من يلتزم الصمت يحمي نفسه من الكثير من المشكلات من يتكلم كثيرا يحرج نفسه أكثر في بعض الأحيان يكون الصمت هو أفضل رد الكلمات لا تعود إلى الوراء لذا كن حذرا كلما زاد الكلام زادت احتمالية الخطأ الصمت هو أفضل جواب للجاهل من لا يتحدث لا يخطيء الكلمات مثل الرصاص لا يمكن سحبها بعد إطلاقها الصمت لا يعني دائما الجهل بل قد يكون علامة على الحكمة الكلام الجيد ينير الطريق ولكن الصمت يحافظ على الهدوء من يتكلم بقلوب غير صافية يجعل نفسه عرضة للألم الصمت هو أعظم علامة على النطج عندما تكون في شك تحدث قليلا الحديث الكثير يضعك في دائرة الضوء ولكن الصمت يحميك من الانتقادات من يتحدث قليلا يظن الناس أنه حكيم الراحة التي تأتي من الصمت لا يمكن تعويضها بالكلام الحديث الجيد هو حديث قليل الصمت ليس علامة على الضعف بل على القوة الكلمات يمكن أن تؤذي أكثر من السيوف الصمت ليس فقط غياب الكلام بل هو نوع من التواصل تحدث قليلا وفكر كثيرا الصمت يمكن أن يكون أقوى من الكلمات من يتحدث أكثر يتعرض أكثر للانتقاد إن الله جعل الهموم والآلام كفارة للذنوب أفضل العبادة الانتظار في الفرج المؤمن يعمل بين الخوف والرجاء لا ييأس ولا يأمن العلم يقودك إلى العمل والعمل يقودك إلى العز من لم يتق الله في خلواته لم يتق الله في عوامه من لم يكن له قيد فكيف يرجو عتقا الذي يطلب العلم ليتفاخر به على الناس فذلك سعيه في المذلة إنما الأعمال بالنيات من لا يتعظ بمواعظ الله لا يتعظ بشيء التقوى ليست في الصلاة والصيام فقط بل في الصدق والإخلاص من لا يتعامل مع الناس بأخلاق نبيلة لن يكون له مكانة في قلوبهم الصبر مفتاح الفرج من لا يعترف بخطائه لا يمكنه أن يصلح إذا لم تشكر النعمة فإنك تكون جاهلا بها الذكر هو غذاء الروح الذي يضع أمله في غير الله فهو في ضلال العقل زينة والجهل عار الزهد في الدنيا هو الغنى الذين يعطون بلا حساب هم الذين يملكون القلوب لا قيمة للعقل إذا لم يكن معه تقوى من يطلب رضى الله في كل عمل ينجح في كل شيء العمل الصالح هو الذي يوافق السنة القلب السليم هو الذي يخاف من الله ويتقيه العز في الدين والذل في الفسوق من أخلص في عمله كان له نور في قلبه الموت لا ينتظر أحدا فكن مستعدا الابتعاد عن المعاصي هو أقوى حماية الصدق هو الطريق إلى الفلاح الصبر على البلاء هو أصدق دليل على الإيمان من يسعى للخير يجد الخير ومن يسعى للشر يجد الشر السعادة هي المعنى والغاية من الحياة الهدف النهائي والغاية من الواجد البشري كل إنسان يمكنه أن يصبح أفضل ولكن القليل فقط يختارون أن يفعلوا ذلك الصدق هو بداية الذكاء العقل هو ما يميز الإنسان عن الحيوان الشجاعة هي القدرة على مواجهة الخوف والسيطرة عليه وليس عدم الشعور به من لم يكن على استعداد للتعلم من أصدقائه سيكون عدوا لنفسه الشخص الذي لا يدرس التاريخ محكوم عليه بإعادته الصداقات الحقيقية نادرة وتستغرق وقتا طويلا لتكوينها أن تكون عاقلا يعني أن تعيش حياة متوازنة ومنسجمة كلما زادت معرفتك زادت قدرتك على التفكير بحكمة أكبر الحكمة تبدأ في التساؤل العدالة هي أن تعطي كل شخص ما يستحق من يعرف كثيرا يمكنه أن يفهم قليلا فقط العدالة ليست شيئا يمكن تحديده بنظام أو قانون بل هي شيء يحقق بالأفعال كل الفضائل هي شكل من أشكال التوازن الإنسان هو ما يفعله بشكل متكرر التعلم هو أغنى هدية يمكن أن تمنحها لنفسك الشر لا ينشأ من الأشخاص بل من الأفعال من يطلب المعرفة يجب أن يكون مستعدا لتحمل مسؤوليتها لا توجد عبقرية بدون عاطفة التغيير هو الشيء الثابت الوحيد في الحياة أفضل طريقة للتنبؤ بالمستقبل هي خلقه النجاح هو نتيجة العمل الجاد والالتزام الحياة ليست جيدة أو سيئة إنها مجرد تجربة الفضيلة هي وسط بين الإفراط والتفريط الإنسان لا يمكن أن يكون سعيدا وحده بل يجب أن يكون جزءا من المجتمع الفكر هو ما يميز الإنسان عن الآخرين التفكير المنطقي هو المفتاح لفهم العالم من حولنا القوة الحقيقية تأتي من التحكم في النفس الإنسان هو الثروة الحقيقية للوطن وهو العنصر الأهم في عملية التنمية العلم نور والعمل هو أساس تقدم الأمم الاستثمار في الإنسان هو استثمار في المستقبل التعاون أساس التقدم والتفاهم بين الشعوب هو الطريق إلى السلام الشباب هم قادة المستقبل ويجب أن نعدهم لتحمل المسؤولية الصبر هو مفتاح الفرج والعمل الجاد هو الطريق إلى النجاح الحب والتسامح هما الأسس التي تبنى عليها المجتمعات القوية الوحدة قوة والفرقة ضعف النجاح ليس هدفا بحد ذاته بل هو نتيجة للعمل الجاد والتفاني الوطن هو البيت الكبير ويجب أن نحافظ على سلامته ورفاهيته الاستدامة هي مفتاح الحفاظ على البيئة والموارد للأجيال القادمة العدل هو أساس الحكم الرشيد ويجب أن يكون هو القاعدة في كل قراراتنا الابتكار هو السبيل لتحقيق التقدم والتطور في كل المجالات التعليم هو الأساس الذي تبنى عليه الحضارات الصداقة والتعاون بين الدول تعزز السلام والاستقرار الأمل هو المحرك الذي يدفعنا إلى تحقيق الأهداف والطموحات المسئولية تجاه الوطن هي واجب على كل فرد التنمية لا تأتي إلا بالعمل الجاد والإرادة القوية الكرم والجود جزء من قيامنا الأصيلة التفاؤل هو النظرة التي تجعلنا نواجه التحديات بشجاعة العطاء بلا حدود هو ما يعزز الروابط الإنسانية الأوطان تبنى بالتعاون والجهد المشترك القدوة الحسنة هي الطريق نحو النجاح والتميز الصبر في مواجهة الصعاب يعزز القوة ويحقق الإنجازات التنمية البشرية هي أولوية يجب أن نركز عليها المستقبل هو ما نبنيه اليوم ومن واجبنا أن نكون شجعانا في التخطيط له الإبداع هو المحرك الأساسي للتغيير والتطوير الاستقرار السياسي هو الأساس للتنمية الاقتصادية الإحسان إلى الآخرين هو تجسيد للقيم الإنسانية العائلة هي الوحدة الأساسية التي تقوم عليها المجتمعات الفقر ليس عيبا ولكن الفقر الذي يأتي من الكسل عيب الغني فقير بقدر ما يحتاج والفقير غني بقدر ما يكتفي الفقر يعلم الإنسان الصبر والغنى يعلم الإنسان الجشع من لم يعرف الفقر لن يقدر قيمة الغنى الفقير ليس من يملك القليل بل من يرغب في الكثير الفقر قد يدفع الإنسان إلى الحكمة ولكنه قد يدفعه أيضا إلى الشر الفقر ليس عيبا ولكن الفقر الذي يأتي من الفساد عار الفقر هو نقص في المال ولكنه ليس نقصا في الروح من عاش في الفقر تعلم أن القليل يمكن أن يكون كافيا الفقر يجبرنا على الابتكار والغنى قد يجعلنا نغفل عن الحياة الحقيقية ليس الفقر أن تملك القليل بل الفقر أن تفتقر إلى السعادة الغنى الحقيقي هو في رضى النفس وليس في جمع المال الفقر يصنع الرجال والغنى يكشف عن معادنهم أعظم فقر هو فقدان الأمل لا يوجد فقير يحتاج إلى العطاء أكثر من غني يحتاج إلى التعاطف الفقر هو ألم الجسد والغنى هو ألم الروح الفقر من فقد الأصدقاء وليس من فقد المال المال قد يشتري السعادة المؤقتة ولكن الفقر يعلمنا أن السعادة الحقيقية في القناعة الفقر لا يمكن أن يهزم القلب القوي الفقر ليس من ينقصه المال بل من ينقصه الحلم الفقر أستاذ قاس ولكن هو يعلم دروسا لا تنسى الفقير ليس من لا يملك شيئا بل من لا يقدر على العطاء الفقر يضعف الجسد ولكنه قد يقوي الروح الغنى لا يصنع الفضيلة كما أن الفقر لا ينزعها الفقر يمكن أن يحرمك من الكماليات ولكنه لا يمكن أن يحرمك من الإنسانية أكبر فقر هو العيش بدون هدف الفقر يقوي الروابط الإنسانية والغنى قد يفرقها الفقر هو مدرسة الحياة القاسية من عاش الفقر عرف قيمة السخاء الفقر ليس نهاية الطريق بل قد يكون بداية لتحقيق الأحلام يوم بلا ضحك هو يوم ضائع مشي في المطر لأن لا أحد يمكنه أن يرى دموعي الضحك هو ترياق للضغوط والتوتر الشجاعة هي سيدة المجد والسعادة الحياة لها طريقان إما أن تعيشها كأنها معجزة أو لا تعيشها الفشل لا يهم ما يهم هو الشجاعة لمواصلة المحاولة أنا لا أعتقد أن الجمهور يعرف ما يريد ولكني أعطيهم ما يعتقدون أنهم يريدونه الكوميديا هي البحث عن الحقيقة في المواقف الجدية لتكون سعيدة عليك أن تترك الماضي وتعيش في الحاضر الحياة هي لعبة تحتاج إلى التحلي بالصبر العين السليمة هي التي ترى الجمال في كل شيء الضحك هو الموسيقى الصافية للعقل أنا أؤمن بأن الصعوبات هي الطريق إلى النجاح الحب مثل الفن يحتاج إلى التضحية النجاح لا يأتي للمترددين بل للذين يغامرون الحقيقة هي أن الكوميديا تأتي من الحزن الحرية هي أكبر ثروة يمكن أن يملكها الإنسان نحن لا نعيش مرة واحدة فقط نعيش كل يوم ونموت مرة واحدة التجربة أفضل من النظريات يمكنك دائما أن تتعلم من أخطائك الألم هو الذي يجعلنا نتذكر أهمية السعادة البساطة هي جوهر الجمال الحياة مثل المسرح يجب أن تقدم كل ما لديك قبل إزدال الستار الابتسامة هي أجمل ما يمكن أن تقدمه للآخرين ليس المهم ما تملكه بل كيف تستمتع بما لديك الجوع لا ضمير له حياتي من أجل الآخرين لا أستطيع أن أغير هذا لا شيء دائم في هذا العالم ولا حتى مشاكلنا تأتي الفكرة عن طريق الرغبة الشديدة الرجل الذي لا يعرف نواحي القوة فيه هدف سهل لامرأة تعرف نقاط الضعف فيه لكي تعيش عليك أن تتقن التجاهل لن تجد قوس قزح ما دمت تنظر إلى الأسفل في المبالغة في الجد يكمن السخف ما لا يقتلني يجعلني أقوى لا تمشي في طريق من سبقك بل امشي في طريق لم يسلكه أحد وترك أثرا خلفك الإنسان هو حبل مشدود بين الحيوان والإنسان الأعلى الرجال الذين لا يستطيعون تحمل الوحدة عادة ما يفشلون في تكوين صداقات حقيقية ليس الكسل إلا استراحة الروح أنت لا تدرك مدى قوتك إلا عندما تواجه أكبر مخاوفك الذي لديه سبب للحياة يستطيع أن يتحمل أي وسيلة الأفكار العظيمة تأتي على أقدام الحمقى العقلية العبدية هي أن تكون دائما تابعا لإرادة الآخرين إن الله قد مات ونحن قتلناه كن سيدا على إرادتك وخادما لرغباتك الحياة بدون موسيقى هي خطأ الحقيقة لا تملك إلا عدوا واحدا وهو الكذب إن الحياة ليست إلا معركة طويلة ضد الملل من يصرخ بأنه يطلب الحرية يريد السيطرة فقط كل شيء يمكن تحمله إلا وضوح الرؤية القوة تكمن في الصبر والهدوء وليس في الغضب والعنف الحياة إرادة قوة الأنانية ليست أن تعيش كما تريد بل أن تطلب من الآخرين أن يعيشوا كما تريد الفن هو الإنقاذ الحقيقي من العبثية إن النجاح هو ببساطة أن تعيش حياتك كما تحب المرأة كانت لغزا وستظل لغزا إلى الأبد نحن نقيس حجم أنفسنا بالمشاكل التي نواجهها السعادة هي الشعور بأن القوة تنمو الجنون نادر في الأفراد ولكنه القاعدة في المجموعات والمجتمعات ليس اليقين هو عدو الحقيقة بل الاقتناع من لا يستطيع أن يضحك لا يستطيع أن يفكر من يملك لماذا يمكنه تحمل أي كيف الصمت أحيانا هو الجواب الأكثر بلاغة كل شيء في الحياة يتغير لا يوجد شيء ثابت سوى التغيير ذاته قيمة كل إمرئ ما يحسنه أي أن قيمة الإنسان تعتمد على ما يجيده وما يقدمه من نفع للناس إنما الدنيا فناء وليس لها ثبات تعبير عن حقيقة أن الدنيا زائلة وأن الحياة قصيرة من أصلح سريرته أصلح الله على نيته أي أن من أحسن نيته وأعماله الخفية سيصلح الله حاله الظاهر الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد الصبر جزء أساسي من الإيمان كما أن الرأس جزء لا غنى عنه للجسد خير الناس من نفع الناس أن أفضل الناس هو من يقدم النفع والخير للآخرين من نظر في عيوب الناس فأنكرها ثم رضي لنفسه بذلك فذلك هو الأحمق بعينه انتقاد الناس على عيوبهم بينما يرتكب المرء نفس الأخطاء يعد من الحماقة أكرم نفسك عن كل دنية أي يجب أن يتحل الإنسان بالكرامة ولا يقبل ما يهينه أو ينقص من قدره كن في الفتنة كابن اللبون لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب يوصي بالتزام الحياد في الفتن وعدم الانخراط فيها العافية عشرة أجزاء تسعة منها في الصمت إلا بذكر الله الصمت غالبا ما يجلب السلام الداخلي إلا في ذكر الله لا تستوحش طريق الحق لقلة سالكيه حث على التمسك بالحق حتى لو كان قليل من يتبعه كن جميلا ترى الوجود جميلا الجمال الداخلي ينعكس على رؤيتنا للعالم من حولنا لا تشكل الناس جرحا أنت صاحبه لا يؤلم الجرح إلا من به الألم الوجع الحقيقي لا يشعر به سوى صاحبه ابتسم للحياة تجدها أجمل الابتسامة تفتح أبواب السعادة وتحسن النظرة للحياة إذا أردت الحياة جميلة فابدأ بنفسك تحقيق الجمال في الحياة يبدأ من تغيير نفسك أولا من كان في قلبه نقاء كان له العالم جنة القلب النقي يرى العالم بمنظور جميل لا تقل إني فشلت بل قل إنني لم أنجح بعد الفشل ليس النهاية بل خطوة في طريق النجاح السعادة ليست بما تملك بل بما تشعر به السعادة الحقيقية تنبع من مشاعرنا الداخلية وليست من الممتلكات عش يومك كأنه آخر يوم في حياتك استمتع بالحياة كما لو كنت تعيش آخر لحظاتها الطريق إلى السعادة يبدأ من الداخل السعادة تأتي من السلام الداخلي الحب هو مفتاح السلام الداخلي الحب يحقق السلام والتوازن في النفس لا تدعي الحزن يسلبك فرح الحياة لا تسمح للحزن بأن يسيطر على حياتك ويبعدك عن السعادة البساطة هي جمال الحياة في البساطة يكمن جمال العيش الحب يصنع المعجزات القوة الحقيقية للحب تظهر في قدرته على إحداث التغيير والمعجزات السعادة تأتي من القلب النقي القلب النقي يضفي السعادة على الحياة الخير الذي تفعله يعود إليك ولو بعد حين الأفعال الطيبة لا تضيع هباء بل تعود لك في الوقت المناسب أعطي الحب والحنان للناس ولا تنتظر شيئا بالمقابل قدم الحب والحنان بدون توقع للمقابل لتكون راضيا وسعيدا التفاؤل هو السلاح ضد اليأس التفاؤل هو القوة التي تساعدنا على مواجهة اليأس والتحديات من يسعى لتحقيق حلمه لا يخشى الفشل من يسعى بجد لتحقيق أحلامه لا يخاف الفشل الصبر هو مفتاح النجاح الصبر هو العامل الأساسي لتحقيق النجاح العقل الواعي هو الذي يصنع المستقبل التفكير الواعي والمخطط هو ما يضمن مستقبلا مشرقة من أحب الحياة أحبته الحياة تحب من يحبها ويتعامل معها بإيجابية الحرية ليست فيما تملك بل فيما تستطيع التخلي عنه الحقيقة في الحرية تكمن في القدرة على التخلي عما نملك دون الشعور بالحرمان لا تدعي الغضب يستولي على قلبك فالسلام في التسامح الغضب يعكر صفو الحياة أما التسامح فيعيد السلام إلى القلب اجعل الإيجابية طريقك في الحياة تبنى الإيجابية كنمط حياة يفتح لك أبواب النجاح والسعادة من يحب بصدق لا يعرف الحقد الحب الحقيقي لا يترك مجالاً للكراهية والحقد الصداقة الحقيقية لا تقدر بثمن الصداقة الحقيقية هي من أثمن ما يمكن أن يمتلكه الإنسان النجاح يحتاج إلى العمل الجاد والصبر العمل الجاد والصبر هما المفتاحان للوصول إلى النجاح الأمل هو النور الذي ينير دروبنا الأمل هو الضوء الذي يرشدنا في ظلمات الحياة من يسعى نحو السعادة يجدها السعادة ليست مجرد أمنية بل هي ثمرة السعي والاجتهاد لا تخف من الفشل فهو جزء من النجاح الفشل جزء طبيعي من مسار النجاح ومن يتعلم منه يصل لأهدافه ترجمة نانسي قنقر